يا أخي قريمة يعني واحد مشرقي يمني يعيش في بريطانيا منذ عشرين سنة يعني بضاعته مزياء عن المنطقة ليس لديه معلومات كافية عن المنطقة فتصور أشياء من خلال قراءته هكذا تصورت أنا أو ربما أنا سميت نفسي أنا سميت نفسي أنا كنت أحد ضحايا حملة التشويه للمغرب كل بساطة يعني ماذا كنت تريد مني مثلا هل أصر على نفس الخطأ يعني كنت أرى في المغرب أنه كذا وكذا وكذا وذهبت إلى هناك ورأيت العكس ما المطلوب مني يعني المغاربة الذي يقوله أنت كنت تفعل والآن قد كذا طيب أنت تريدني أن أصر على ما كنت أفعل عليك يعني يا سبحان الله واحد ظلمكم يوم ما طلع قال لكم أنا آنسف يا جماعة لا ارجع ظلمنا من جديد ارجع سبنا من جديد لو سمعت لا 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 لن نقبل اعتذر كانوا قلوا لي اعتذر تقول لي يا جماعة معقول الملك محمد السادس منتظر اعتذاري أنا أنتم تسيئون للملك يا أخي بهذه الطريقة كنت أقول لهم كانوا لحقوني اعتذر تقول لي أخي الملك أكبر مني وأكبر منكم وكبر من هذا التفاتل يا أخي لو لم يكونوا يريدوني لما سمحوا لي بالمجيء أصلا ما لكم أنا أفهم هذا المجيء أخي يا سعد أنا عندي واحدة جريبة جريبة عشتها أنا هذه القضية هذه الساعة الصدر دي الملك محمد السادس يعني حافظه الله يعني من تجربة شخصية أنا كنت حينما كنت قائدة في منطقة الناظر يعرف استساعد أبرنوس وين كنت أنا أشتغل فمرة من المرات حتى هذا رسالة ليس ليك أخي أسعد حتى المغاربة يعطوا يجهلون الكثير من الجوانب الرائعة للملك محمد السادس أنا رائعة حقا وهذه أنا عشتها فكان شي واحد يعني سبحان الله ما فهمت أنا ذلك الشخصية لذلك الإنسان هل أنه كان به مسسن أم بجنون يعني كان عنده واحدة السيارة سمحني لا أدرس مرة مرة بالمغربي يحتن بس صلوم اللقور ودير سيد دك دير كيشك حميد كيشك ودير الصوت في أعلاه ومذوق السيارة بعبارات كلها سب لجلالة الملك محمد السادس حفظة والله كلها سب يعني عبارات يستحي المرء أن يذكرها ويمر بسرعة فائقة تعرف يعني مشكلة باش أننا ألقينا القبض عليه يعني سبع ساعات من المطاردة أو تماني ساعات فلما ألقينا عليه القبض فذهبنا إلى مركز دير الدورك الملكي والإجهزة الأمنية جاءت تعليمات تعليمات أخي أسعد اسمع تعليمات قالك لا يتابع إلا بمخالفة قوانين سعر الجوال هذا الشيء يتسبه هذا قالك يذهب واخده ومسحنا السيارة وهذا وكان شيء لم يقع ومرة ثانية كنت أنا حاضر فيها كنا في مسجد الحسن الثاني ويعرفوا المغاربة الحديثة بش أن أحدهم ذهب مسرعا عند الملك محمد السادس ذهب مسرعا فأوقفه الحرس الخاص متى كانت ردت للملك محمد السادس أخي أسعد في باب المسجد في باب المسجد قال لهم ماذا أراد الشخص قالوا أراد أن يتوسط إلى شيء وشيء وهذا قال المطلق صراحة في باب مسجد هذا يعطيك على صورة ربما أؤكد لك هذه النقطة هو دائما هو الاعتدار أخي أسعد لا يمس من شجاعة المرأة أنه يعتدر أنا أعتدر دائما في لايفاتي أنا أعتدر وأعتدر وأعتدر والاعتدار دائما يكبر القيمة ديال الشخص ويكبر الشخصية ديال الشخص ويمنع الجدل والجدال يعني أنا مرة واحد الأخ كان ارتكب في حقي يعني مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة فأنا لما التقيته وقلت سيوقع الجدال والمحاكم فقال لي أخي أخي لي أخطعت ما ما أخطعتش أنا قال لي أخطعته في حقك أخطعت فأنا برت يعني يعني صافي إنسان يقولك أخطعته أعتاد لكن كما قلت أن المؤسسة الملكية هي أكبر من أن الإنسان يعني يوجه لمجرد كلام الله ولكن أنا أعتقد في رأيه أن الاعتدار شيء جميل ورائع ولكن الاعتدار الفعلي ربما إذا إنسان لم يقوله حتى الشفية الاعتدار الفعلي من خلال ما قدمه أنا قلت أنا قلت يعني ما قام به أسعاد الشرعي في هذا الموسم دي الرمضان فشيء يذكر فيشكر لأنه كانت لنا وحد الحصاب في القنوات الإعلامية أننا ولنا بلاكليست أنا والأخ مانار سليم ومجمع من الأخوات لكي لا يصل صوتنا إلى الداخل الجزائري فكانت من الصدي الأسعاد الشرعي هي طريقنا الهايوي التي مررنا من خلالها ليس إلى الجزائر وفقط ولكن وصلنا إلى داخل تكنات بن عكنون وإلى داخل قصر المرادية وفعلنا بهم الأفعيل فإذلك من منطق الأخلاق دي المغاربة ومن منطق حتى الأرباح الستراتيجية والإعلامية والسياسية والوطنية وساهمنا في خلق وعي مادي جماعي بالقضية الوطنية وساهمنا في تحويل جيش من المغاربة كلهم أصبحوا يبحثون عن الوثقة وعلى الصورة وعلى الكتب وعلى المراجع أقول ألم تلاحد أخي أسعد أو لم تلمس بأن المغاربة أصبحوا مغرمين بشيء اسمه الوثقة تتحدث بأي شخص تتحدث مع البنى الحدادي قول لك الوثقة تتحدث مع نعوم قول لك الاتفاقية ويقول لك الورقة الفلانية ألم ينهك المغاربة بالسنوات والتواريخ والكتب والمراجع والإحالات. لذلك أن قلت أن ما قدمه أسعاد الشرعي للمغرب المغاربة في التراف وعن قديتهم الوطنية يشفع له ويقول لك أنا أخطأ يا أخي أنا أخطأ. والمستغفر من الدن بك من لدن بله. والإنسان ينتقل من منطق أخلاقنا المغاربة ومن منطق ما قدمه هذا الشخص اليمني العزيز لقضيتنا الأولى الأولى اللي هي القضية الوطنية يستحق عليها كل الشكر والتنويه. وأنا أتمنى منه أكثر من ذلك. أنا أظن أن مكانه الطبيعي هو هذا البلد الآمين أخي أسعاد لأنني أنا كنت قريب منك الفترة السابقة وأعرف أنك عانيت مع نتي. إذا كنت أنا أرفض الصفر إلى الخارج لأنني لا أأمن شرهم. لا أأمن شرهم لأنني أعرف تاريخهم. أنا تخصص الأول هو الحركات الإرهابية وستراتيجية الأمن القومي المغربي. ودرس الضاهرة الإرهابية في الجزائر والسحل والسهراء ومفاعله في فرنسا وأنهم يا أخي أسعاد قلت لك أنهم لم يدعموا الانفيصال في المغرب فقط. دعموا الانفيصال في الولايات المتحدة الأمريكية يا أخي. هذه تصدقها أو لا تصدقها؟ هذه كانت حركة البلاك بانترز. هذه حركة السود. أعتقد في شيكاكو أو شيء من هذا القبيل. وخطفوا هؤلاء الانفيصاليين خطفوا طائرتين بتواطئ مع كوبا. أين ذهبوا بهذه الطائرتين المخطفتين من الولايات المتحدة الأمريكية يا أخي أسعاد؟ أين ذهبوا بها؟ أسعاد جزائر إلى الجزائر خطفوا طائرتين. ذهبوا إلى الأخر. كانوا يدعمون تنظيم انفيصاليين لانفيصال على الولايات المتحدة. كلنا أننا نعاني معهم هذه القضية الوطنية الأولى. لذلك ما قمت به أخي أسعاد. فأنت شكر عليه. وأنا أقول لك إذا كنت أنا أخشى أنني نخرج لأنني لا أأمن شرهم. فأنا أعيي الظروف التي تعيش فيها. والضغوط التي تعيش فيها. لأن الإنسان حتى يبدع في مجاله الإعلامي. يجب أنه يكون مؤمنا على روحه. وعلى حتى أن القرآن الكريم يقول لإيلة في قريش. لإيلة في مرحلة الشتائف والصيف. ليعبد رب هذا البيت. الذي ماذا؟ أطعمه من جوع وآمنه من خفر. سألت الأمن. الأمن الروحي والأمن الاقتصادي. هذه مسألة مهمة. لذلك نتمنى أنك تكون بيننا قريبا أخي أسعاد. وإن شاء الله الرحمن الرحيم. أنك ترى من المغاربة ما يصرك وتجد حتى الفضاء الملائم. لتطمئن على نفسك وعلى أسرتك. وبالتالي تتفرغ إلى القضية التي ستصبح قضيتك الوطنية. هي الأولى إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى الخير لأهلنا في هذا اليمن السعيد. بلاد الحضارة. بلاد التاريخ. بلاد الرجال. بلاد الأديان. بلاد يعني الأبطال. هذا البلد الجريح الذي نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن تصفى القلوب. وأن يعود كمكان ذلك البلد القوي الذي كان مصدرا للحضارة. وصدر البشر والشجر والفكر. وحتى أنه كان ملادا لمجموعة من الديانات السماوية. حقيقة دكتور. أيضا أرد على سؤال الأخت. لماذا التركيز؟ ترجمة نانسي قنقر.